اشتركوا في القناة 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 الخامسة مساء خبر مهم على الدولار الكندي وهو مؤشر ايفي لمديري المشتريات تختتم البيانات على الدولار الامريكي بخبر مخزون النفط الامريكي الخام في تمام الساعة الخامسة والنصف ثم سوف يكون لدينا في تمام الساعة التاسعة محظر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ويوم الخميس الموافق الثامن من ابريل سوف يكون لدينا هناك بعض البيانات الهامة وهم مؤشر مديري المشتريات الانشاء على الجنيه الاسترليني في تمام الساعة الحادي عشر والنصف صباحا ثم سوف يكون لدينا تقرير لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الاوروبي في تمام الساعة الثانية والنصف مساءا ثم تختتم البيانات على الدولار الامريكي في تمام الساعة الثالثة والنصف معدلات الشكاو من البطالة ويختتم يوم الخميس البيانات السيد جيرنباور رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي في تمام الساعة السابعة مساءا يطل علينا بخطاب حول السياسة النقدية وتختتم البيانات اليوم الجمعة الموافقة التاسع من ابريل بخبر على الدولار الامريكي في تمام الساعة الثالثة والنصف وهو مؤشر اسعار المنتجين والذي يقيس مدى التضخم والانكماش في الاقتصاد الامريكي ثم سوف يكون لدينا في ذات التوقيت خبر مهم على الدولار الكندي وهو معدل التغير في التوظيف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى فقرة التحليل الفني اليومية ونبتدأ إلى تحليل مؤشر الدولار الامريكي الدولار اندكس ونلاحظ أن مؤشر الدولار الامريكي لا يزال يتداول في ظل القناة الفرعية الصاعدة الذي بدأ بتكوينها في الخامس والعشرين من فبراير وحاليا الأسعار تحاول تكوين نموذج ارتداد صاعد بالقرب من مستوى 93 ولو نجح مؤشر الدولار الامريكي بالتماسك أعلى مستويات 93 سوف يكون أسبوع مميز للدولار الامريكي ومن خلاله سوف ينطلق نحو مستويات 94 و95 خلال التداولات القادمة ولكن شرط وحيد وهو الثبات أعلى مستويات 93 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أخواني العزاء أن زوج اليورو دولار لا يزال يتداول تحت الضغط السلبي وذلك باستمرارية التداولات أدنى المتوسط ومتحرك لمدة 55 يوم وأسفل منطقة المقاومة الماثلة عن مستويات 1.18500 والتداولات بهذا الشكل قد تقود الأسعار إلى مستويات أدنى قد تصل مستويات 16200 ومستويات 15500 خلال التداولات القادمة ما لم يستطع الزوج العودة على مستويات 1.18500 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ونلاحظ أن زوج الباون دولار يحاول العودة إلى القناعة الرئيسية الصاعدة وذلك لمحاولته العودة على منطقة المقاومة الماثلة عن مستويات 1.38000 والذي تعبر عن نقطة المحور ونلاحظ أيضا أنه يحاول اختراق خط الاتجاه الهابط والذي يلتح معه المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وفي حال تمكنت الأسعار من تأكيد هذا الاختراق والثبات أعلى مستويات 1.38000 قد نشاهد اندفاع للأسعار نحو مستويات 1.41000 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني ونلاحظ أيضا أن زوج الدولار ين يحاول تكوين ارتكاز وتجميع ونقطة تجميع جديدة بالقرب من مستويات 110.400 وقد تحدثنا سابقا عن منطقة 110.400 حيث أن الأسعار إذا أكدت اختراقها وثبتت أعلاها من الممكن أن نشاهد انطلاق نحو مستويات 112 و113 على المدى الأسبوعي المتوسط أما العودة أدنى مستويات 110.400 قد يدخل الزوج في موجة تصحيحية هابطة قد تصل لمستويات 109 مجددا إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ونلاحظ أن الزوج لا يزال يتداول في ظل القناة الرئيسية الهابطة التداولات لا تزال تتسم بالسلبية وذلك باستمرارية مدة 55 يوم وأدنى المقاومة المحورية الماثلة عند مستويات 1.26900 واستمرارية الأسعار أدنى هذه المقاومات يدل على المزيد من الهبوط وقد نشاهد مستويات 1.24500 وقد يصل إلى مستويات أدنى قد تصل لمستويات 1.22000 في حال أن الأسعار لم تستطع العودة على مستويات 1.26600 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري ونلاحظ أن زوج الدولار فرانك لا يزال يسير في ظل القناة الفرعية الصاعدة الذي نجح بتكوينها في السابع عشر من فبراير وحاليا الأسعار توحي بمزيد من الصعود وذلك بعد أن يحاول السعر الإنطلاق مجددا والاندفاع نحو مستويات 0.95000 مدعوما باستمرارية التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأيضا حتى مؤشر التذبذب بستوكستيك يحاول الارتداد من الدعم الماثل عند مستوى الثمانون وبشكل عام عودة الأسعار وثباتها أعلى مستويات 0.94000 يدل على استمرارية الصعود واستئناف المسار الصعيد والصعود إلى مستويات قد تصل لمستويات 0.96000 أما كسر مستويات 0.94000 قد يدخل الزوج في موجة صحيحية هابطة تستهدف مستويات 0.92900 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى زوج الباوندولار الملقب بالمجنون ونلاحظ أيضا أن زوج الباوندولار هو الآخر لا يزال يتمسك بالزخم الصاعد وذلك بعد أن نجح بتأكيد الثبات أعلى مستويات 151 وحتى اللحظة قد نشاهد بعض من التصييحات من أجل الأخذ العزم للصعود وقد نشاهد الأسعار تهبط إلى مستويات 151 فاصل 500 ومن ثم نشاهد الاندفاع نحو الهدف الرئيسي المثل عن مستويات 156 خلال التداولات القادمة شرط حق هذا السيناريو هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 151 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن زوج الدولار الاسترالي لا يزال يتعرض المزيد من الضغوط السلبية وذلك بعد أن نجح بالتداولات أدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ونلاحظ أن الأسعار تتداول أدنى خط الاتجاه الهابط الواضح أمامكم بالخط الأحمر واستمرارية الأسعار دون مستويات 0.76 600 توحي بمزيد من السلبية وبمزيد من الضغوط الذي قد تهوي بالأسعار إلى مستويات 0.74 ويلغى السيناريو الهابط في حل تمكنت الأسعار من العودة على مستويات 0.76 600 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية ونلاحظ أن هناك نموذج صاعد واستمرارية التداولات أعلى مستويات 8 ليرات للدولار الواحد توحي بمزيد من الصعود وحاليا نشاهد أن الأسعار قد نجحت بالاختراق لمستويات الثمانية وثم عودت الهبوط وتحاول إعادة الاختبار لهذا الاختراق والانطلاق مجددا والزحف نحو الهدف الرئيسي الماثل عن مستويات 8.70 وبشكل عام أخواني الأعزاء ثبات الأسعار أعلى مستويات الثمانية لا يزال يضع الزوج في طور الإيجابية المفرطة الذي قد تنتظر لأهداف على المدى المتوسط بالقرب من مستويات التسعة إذن أخواني الأعزاء شرط حقق السيناريو الصاعد والأهداف المذكورة هو ثبات الأسعار أعلى مستوى الثمانية ليرات للدولار الواحد إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الدولار الأمريكي مقابل الكورونا السويدية ومثل القادمة واستمرارية التداولات أعلى مستويات 8.61 لا تزال توحي بمزيد من الإيجابية للانطلاق والاندفاع نحو هدف الرئيسي المنتظر وهو مستوى التسعة إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن البيتكوين لا يزال يتداول في ظل المسار الإيجابي الصاعد والأسعار لا تزال مستقرة أعلى خط الاتجاه الصاعد وأعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأيضا نلاحظ ثبات الأسعار أعلى نقطة المحور ونقطة البايفيت الماثلة عن مستويات 52 ألف دولار واستمرارية التداولات بهذا الشكل توحي بالمزيد من الصعود للبيتكوين وقد ننتظر البيتكوين بالقرب من مستويات 66 ألف دولار و70 ألف دولار على المدى المتوسط وشرط حق هذا السيناريو هو استمرارية التداولات أعلى مستوى 52 ألف دولار إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد أن الريبل لا زال يتألق وقد نجح باختراق مستوى الصفر فاصلة ستون أي ستون سنت واستمرارية تداولات الريبل مقابل الدولار الأمريكي بهذا الشكل وبالثبات أعلى مستويات ستون سنت قد توحي بمزيد من الصعود وقد نشاهد الثمانون سنت والواحد دولار قريبا بإذن الله تعالى وذلك بشرط وحيد وهو ثبات الأسعار أعلى مستويات الستون سنت إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمن الذهب ونشاهد أن الذهب لا يزال يحاول مرارا وتكرارا ويعود مجددا لنقطة المحور ونقطة البايبت المهمة وهي 1725 دولار للأنصة الواحدة حيث أن هذه النقطة لها أهمية بالغة ونلاحظ التداولات السابقة للأسابيع السابقة حول هذه النقطة واستمرت الأسعار بالتذبذب منذ العاشر من مارس حتى اليوم بشكل عرضي حول هذه النقطة ونقطة المحور مهمة جدا لتحديد المسار وبشكل عام يحاول الذهب اختراق خط الاتجاه الهابط وحاليا قد يكون هناك بعض من المحاولات لعادة اختبار هذا الاختراق وفي حال تمكنت الأسعار من تأكيد نموذج ارتداد صاعد والعودة على مستويات 1725 دولار للأنصة الواحدة قد نشاهد اندفاع مجددا نحو مستويات 1765 و1800 دولار للأنصة الواحدة أما كسر مستويات قد يدخل ملك الملاذات الآمنة في موجة هابطة تستهدف مستويات 1660 دولار و1600 دولار للأنصة الواحدة على المدى الطويل إذن نتابع نقطة المحور 1725 من أجل أن نحدد المسار القادم وسوف نتابع معكم بإذن الله في فقرة التحليل الفني اليومية ومن خلال موقع الإلكتروني سوف ندون تحديثات الذهب أولا بأول بإذن الله إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونلاحظ أن الفضة تتراجع أيضا وتحاول العودة لمستوى ونقطة الـ 24 دولار وحيث أن التماسك أعلى الـ 24 دولار قد يمنح الفضة بعض من الأمل للانطلاق نحو مستويات 26.428 أما كسر مستويات الـ 24 فقد يكلف الفضة الكثير ويهوي بها إلى مستويات الـ 22 دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونلاحظ أن النفط حاول التماسك أعلى نقطة المحور الماثلة عند مستوى 60 دولار للبرميل الواحد واستمرارية التداولات أعلى مستويات 60 دولار للبرميل الواحد وأعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد تقود الأسعار خلال الساعات القادمة إلى مستويات 63 دولار للبرميل الواحد و66 دولار على المدى المتوسط وشرط حقق هذا السيناريو ثبات الأسعار أعلى مستوى 60 دولار للبرميل الواحد إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونلاحظ أن الغاز الطبيعي قد عاود العودة إلى نقطة مهمة جدا وهي 2.600 وتحدثنا عنها في التحليلات السابقة حيث أن الأسعار إذا فشلت بالتماسك أعلى مستوى 2.600 قد نشاهد الغاز الطبيعي يهوي إلى مستويات 2.400 وقد يصل إلى مستويات 2.200 أما التماسك أعلى مستويات 2.600 وتكوين نموذج ارتداد صاعد قد يصعد بالأسعار نحو مستويات 2.800 ومستويات الثلاثة دولار خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي ونلاحظ أن مؤشر الداو جونز الصناعي لا يزال يتألق وأحب أن أهنيكم وأبارك لكم بتحقيق الهدف الرئيسي الذي تحدثنا عنه في المقالات السابقة وفي التحليلات السابقة وهو مستوى تاريخي جديد وقمة تاريخية عند مستوى 33.350 والذي تحدثنا عنه سابقا فنبارك لكم تحقيق الهدف ووصول الأسعار إلى القمة التاريخية الجديدة وحاليا نشاهد أن الزخم الصاعد لا يزال متنامي لمؤشر الداو جونز الصناعي وفي حال تمكنت الأسعار من توارد الإيجابية من الممكن أن نشاهد محاولات لاختراق مستوى 33.350 وفي حال نجحت الأسعار باختراقه وتأكيد هذا الاختراق بناء على قاعدة السلوك السعري قد نشاهد انطلاق نحو مستويات 33.900 كهدف أولي وهدف رئيسي للداو جونز قد يكون تاريخي والبعض قد يراه من ضرب الخيال ولكن بالفعل فنيا لا يزال هناك هدف رئيسي لمؤشر الداو جونز ينتظره عند مستويات 34.900 كهدف رئيسي على المدى المتوسط أو على المدى الطويل ولكن الهدف الأقرب في حال تم اختراق مستوى 33.350 هو مستوى 33.900 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني الصناعي ونشاهد أيضا أن مؤشر الداكس يحاول التماسك أعلى مستوى 15.000 وفي حال نجح بالتماسك وتوارد الإيجابية من الممكن أن نشاهد اندفاع وزحف نحو مستوى 15.600 كهدف رئيسي قادم ولكن يرجى الحذر لأن هناك فجوة سعرية لم تغلق بعد بالقرب من مستوى 15.000 ونلاحظ أن الأسعار على مؤشر تذبذب ستوك ستيك قد وصلت إلى مستويات تشبعات شرائية قوية جدا فمن الممكن أن نشاهد بعض من الفيوات أو بعض من التصحيحات وخلق موجة تصحيحية هابطة قادمة لمؤشر الداكس وأنا شخصيا وعلى الصعيد الشخصي مدعوم بالنظرة الفنية لا أحبذ الشراء بالقرب من هذه المستويات لمؤشر الداكس قد أكون على خطأ ولكن لا أدوى أحد للشراء أو البيع ولكن من وجهة نظر شخصية لا أنصح بشراء الداكس من هذه المستويات لأنه ممكن بأي لحظة يحدث بعض من الهبوط المفاجئ وزيارة مستويات 14600 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر SB500 ونلاحظ أن SB500 يتألق بتألق المؤشرات الأمريكية ويحاول الزحف نحو الهدف الرئيسي المنتظر والماثل عن مستويات 4100 خلال التداولات القادمة وشرط تحقق هذا السيناريو هو ثبات الأسعار أعلى مستوى الدعم المهم والمحوري الماثل عند 3950 واستمرارية التداولات أعلى خط الاتجاه الصاعد وأعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم لا تزال تضع SB500 في ضوء المسار الصاعد الذي ينتظر الهدف الرئيسي الماثل عند مستويات 4100 إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر الناسدك الأمريكي ومثلما نلاحظ المؤشرات الأمريكية تتألق وتتمسك بالزخم الصاعد ومثلما ذكرنا سابقا اختراق مستوى المقاومة الماثل عند مستوى سعر 13200 والثبات أعلىها يدل على استمرار الإيجابية وقد نشاهد النازدك يعانق مستويات 13800 وقد يصل أيضا المد الصاعد ليستهدف الهدف الرئيسي الماثل عند مستويات 14300 وشرط تحقق هذا السيناريو والأهداف المنتظرة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 13200 إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني الأسبوعية لأهم أزواج العملات وأهم السلع والمؤشرات أتمنى منكم أن تتابعونا في فقرة التحليل الفني اليومية لنتابع تحركات السعر بشكل يومي على النطاقات الأصغر وأيضا لا تنسوا متابعة التدوينات والتقارير على الموقع الإلكتروني الخاص به وأشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله